أنا متفقة معك تماما يا أحمد بس هو في حالة الزعل دي ممكن أنا كنت متوقعها أو كنت عارفة أنه ده هيكون موجود لأنه زي ما بنقول دايما أنه لعيبة النادي الأهليو دي مش شعرات أكيد بيبقوا شايفين أنه هم عايزين يوصلوا لأفضل أفضل نتيجة أفضل أداء يعني أنه بيبقى التفكير أنه آه دي أحسن لعيبة في العالم دي لعيبة بارن ميونيك بس أنا كمان محتاج أن أنا أطور من نفسي عشان أوصل للمستوى ده مدام أنا حطيت نفسي أو النادي اللي أنا فيه أو الكيان اللي أنا فيه محطوط في أنه هو بينافس الأندية الكبيرة والعالمية دي يبقى أنا كمان لازم يكون على قد المنافسة فطبيعا أنه يكون في حالة من الزعل شوية من لعيبة النادي الأهلي أو من جماهير النادي الأهلي وعشان كده أنا بدأت كلامي في الحلقة عن الموضوع ده أن المتفاهمة قد إيه أن الجمهور ده بيحب يكون أفضل حاجة وفي أفضل نتيجة فعلشان كده هو شوية على قد هو مبسوط أن اللعيبة دي شرفته وأن النادي الأهلي في كاس العالم الأندية لأنه هو برضو كان عايز أنه يبقى فيه يعني يمكن جون مثلا في شباك بارني ميونيخ وده إن شاء الله نكون بنشتغل عليه المستقبل لأنه أكيد الضغط اللعيبة تحطت فيه في مباراة مبارح أكيد علمها كتير جدا مش هتحط في ضغط أكتر من ده وده من إيجابيات الحياة مباراة بارني ميونيخ